أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها على موقعها الرسمي أنها لم تصدر أي تعليمات للمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة تتضمن إيقاف التعامل بالريال القطري منذ قطع العلاقات مع قطر وذكرت المؤسسة في بيانها أنه يمكن للمواطنين القطريين الأشقاء صرف الريال القطري بشكل طبيعي عن طريق البنوك ومحلات الصرافة المرخصة وكذلك استخدام مكائن السحب الآلي يتي هذا البيان ردا على ما تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف المملكة العربية السعودية التعامل بالريال القطري